وها كانت بتعرف هي كانت بتعرف تشتغل على ايس كريم كويس وبتعرف كدير كويس الا انها فشلت المشروع طبعا الكلمة دي انا سمعتها من كم واحد ده سمعتها على مدى من 2013 ل 2023 اللي حد اول مبارح يعني سامعها من استاذ ابراهيم في واحد يعني صديق دي فتفشيل المشاريع ايه موضوع تفشيل المشاريع يعني ايه افتح مشروع وامرة تفشله ليه وايه الحل تفضل استاذ ابراهيم تفشيل المشاريع ابو احمد بتكون المرأة الزوجة هاي بتكون يعني مستمع للناس يعني بتستمع لصحباتها لاخوانها لقيران لأي حد تمشي على شور الناس يعني بتكون معندها تبكير يعني بالمشاريع او ايشي هاي المشكلة اللي بتسير هاي اغلب الناس يعني اللي صادقتهم انا اللي شوفتهم هنا بتكون امراتهم مستمعة يعني يعني هي بتفشيل المشروع حبيب حبيب ايش يونس معلش انا شاب الشاب اراه اه المشكلة المرأة دي بتكون طيبة كويسة وما فيش اه من وراها مشاكل ولا حاجة بس ايه ما بتعرفش اه انه الناس تغيرت انه الناس مش نفس قبل فيه ناس هنا اه بتحسد فيه ناس بتحسد بتحاول هي تاخد المصلحة تفهم المصلحة بعدين اتفشلك عشان هي تبتحها لا احنا منتكلم مش منتكلم في شخص يفشلك او واحد ينقلت مشروعك انا ما نفاهم عليك ابو احمد لا لا بتكلم فيه ان الزوجة ذات نفسها هي اللي تفشل مشروعك معي بتفشل او تنصح عليك بنصائح هي عارفة ان هي هتخرب بعدينك ما هي بتخرب ليه هي بتكون مشية صح بس بتكون ايش مترطقة ودنها لصحباتها نفترض صحباتها اللي يمشوها لا اشتري المتيريال من هنا ما تشتريش من هنا انت فاهم هنا احسن انت فاهم كده مع انه المكان التاني بيكون يمكن ارخص المتيريال المشروع بتاعها تاقيها بتشتري باعة تكلفة اعلى المربح تاعها قليل جدا رح يطلع رح يفشل المشروع يعني هي المقصود المقصود منه ان هو تفشيل وخلاص اه تفشيل او بتكون المرة مش طيقة جزهة او في مشاكل بينهم بدها تطفشوا طيب انت رأيك يا سيد محمد سيد محمد ايوة معا اه بصراحة ما عندي خلفية لو عندي خلفية بقول لك بصراحة طيب احنا كده حنخش على التعليقات عشان نرد عليها التعليقات طبعا اول تعليق عندي بتاع السيد ابراهيم فاحنا انا ردت عليه يعني اه في تاز حسن كوكا اه على فيديو اللي انا عملته اول امبارح لكل العرب المهتمين بالفلبين بيقول لك كلامك في الغالب صحيح احترام اليك بصراحة انا اسمعت المقطع كله من غير ملل الله يخليك حبيب اه الفلبين فعلا صعبة وتحتاج الى القوة الشديدة والمال الكثير مش شرط المال الكثير هي القوة الشديدة والصبر والجلب محتاج الجلب يعني محتاج تستحمل وتتحمل اه الاخ علي العنزي اخي الفلبين هم بين بعضهم نصابين وغدرة وحرامية وعصابات وهم يهربون يهربون من الفلبين الى دول اخرى من الفقر والجوع والعصابات اللي عندهم والشرطة مرتشية ده انت مش مسائب يا راجل اه للنخاع بلد خربان جدا وعملتهم بالحضيد اه معلوماتك غلط اه انا محشيرهم من سنين طويلة وسمعتهم بالزبالة الافضل لك انك ترجع بلدك وتشوف غير اه غير البلد دي بلد اخر طب انا حارد عليه فرد بسيط اه وحعقب على كل التعليق بتاعه اللي هو يعني مش عايز اقول يعني تعليق موسيق ليه هو اولا الفلبين حضرتك انا ما شفتش منها اه شيء اه وحش وتعاملي مع اكتر ناس ازتني هنا اكتر ناس ازتني هنا وحدث وبكل حرج اكتر ناس ازتني هنا هي العرب وما فيش فيلبيني تعامل معايا ماديا واكل علي فلوس ما فيش فيلبيني تعامل معايا ماديا الا مثلا واحد او اتنين عشان ما كنتش يعني ايه اقسم على يمين وحسب عليه الا واحد او اتنين اللي تعامل معايا ماديا ومش اكل الفلوس انا اللي تركتها بمزاجي انا اللي تركتها بمزاجي لان اعارف اجا اتعامل معاه وتحسب معاه ب1000 بيسو 2000 بيسو 3000 بيسو عملت له شغل مع اديته حاجة سلفت فلوس واداني وعد زي ما قال ابو ياسين او عملت له شغل مثلا ب5000 بيسو 7000 بيسو في معادة تسليم الفلوس بقبل ما بيشيك على الحاجة يعني اكون طبيع له مثلا 100 تشيرت 50 تشيرت اعطبع له مجات طبيع له الكلام ده كله بروح اودي له الكارتون او اودي له الكيس اللي فيه التشيرتات او الحاجة بتاعته تمام قبل ما يشيك على الحاجة قبل ما يعرف ان الحاجة بتاعته سليمة ولا لا بتكون فلوسه حضرة قدامي حضرة فعليا قدامي وعمرنا ما اتناقشت مع حد في لبيني على ان مثلا الهالك على مين او الكلام ده كله رغم ذلك اللي ضرني تمام اللي هم من جلدتي ومن اللي بيتكلموا بالنفس الثاني ودموهم من دمي وبياكلوا نفس اكلي يعني اللي بياكل نفس اكلي وبيشرب نفس شربي وبيتكلم نفس الثاني العربي هم اكتر ناس ازوني اكتر ناس ازوني ازاي يعني اتفق مع ناس على شغل هم ياخدوه ويتفقوا معاه ويكون اغلى بين لنا حدهوله ويتهموني بالنصب وان انا حرامي وان انا كذا وان انا كذا ورغم ذلك الراجل اتفق معاهم ويعمل الشغل ويطلع الشغل ازباله ويرجع لتاني الراجل ويتفق معايا تاني ليه لان شخص تاني دخل في الحوار شخص تاني طبعا بقى خد عندك بقى من الازية انا المير صاحبي ده انا حنفخك المير مش عارف ابن عمتي ابن عمت مراطي ده انا حبهدلك الكلمة دي على تلت تربع سبعين في المية تمانين في المية من الوجودين في الفلبين من العرب المير ابن عم امراطي المير حبيبي المير صاحبي ده البرانجاي حيعمل لك مش عارف ايه ده انا حطل ولا بيعملوا حاج ولا بيعملوا هباب يا راجل ولا بيعملوا المير اول واحد حيبيعه المير اول واحد حيبيعه اول واحد حيبيعه لو قد خلت مشكلة فيها في الفلبيني المير اول واحد حيبيعه حقول له ما ليش علاقة معك على البرانجاي على الشرطة حبيب قلبي مع نفسك صحي اتعامل مع نفسك ابو جانة حبيبي وعليكم السلام آآ ربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله مبارك عليك الشهر حبيبي ان شاء الله فآآ الناس آآ ردا على كلامه ان هم نصبين لا حضرتك يعني آآ ناس كتير من العرب نصبين اكتر من الفلبينيين. وده عن تجربة شخصية. عن تجربة شخصية. اكتر ناس ازتني هنا في الفلبين هي العرب. ده رقم واحد. عشان ما حدش بقى. ابو احمد اللي عاوز ينصب هنا مكشوفين يعني. نصبهم عبيض. نصبهم يعني حتى النصبين اللي فيهم نصب عبيض. آآ وحرابية وعصابات وهم يهربون من الفلبين الى بلاد اخرى. عدد الناس فانا قلت الف مرة طبعا شفت اول ما قلت الكلمتين دول آآ آآ شوف البسم راح نازل على طول. آآ اصلا بتكلم كلام آآ فيه واقعية. طبعا ما انا بتكلم كلام فيه واقعية فبيقول لك يزعل بقى. لا ده الراجل ده بيكره العرب. الراجل ده بيكره العرب. على طول. لا يا مرحل بس نازل. فآآ رقم اتنين النهما بيهربوا على على بلد تانية بسبب الفقر والجوع. نفسي تيجي هنا وتقعد في مكاتي تشوف الفقر والجوع. انت ما تعرفش تشتري عربية فلبيني بيشتريها هنا في مكاتي. او في مانيلا يعني فيه ناس في مانيلا هنا انت بتعرفش تشتري السيارة بتاعته. والله هو اقسم بالله على ذلك. انت ما تعرفش تشتري سيارة. فيه ناس في مانيلا يمكن انت يجي تشوفهم وباحمد. لا يا باش انت مش هشوفهم ده انا عارفهم نفسهم. فيه ناس بتلعب بالاتنين مليون وتلاتة مليون على ديك. يعني انت بتهرج. ناس بتلعب بخمستاشر الف دنار كويتي اللي هو بما يعادل خمسة عشرين الف اه اه خمسة عشرين الف دولار بيلعبهم على ديك. ديك حيدموت بعد خمس ديائق. بيلعب امار على ديك. خمسة عشرين الف دولار. فيه ناس كده كتير. كتير مش واحد. عندي تصليحات في بيت يقولون في تصليحات كتيرة والكربنتر طلب خمسة وعشرين الف ويخلص الشغل في اسبوع. وابا احمد يقول تلتمية الى سبعمائة بيسو فاكيد المبلغ فلكي فلكي صح. ما انت تقول لي ايه اللi عندك يا باشا. آآ ساز يونس. ايه اللي عندك واناقول لك الشخص ده بيبالغ ولا ما بيبلغش? ايه اللي عندك ايه المطلوب? في التصليحات اللي عندك وانا اقول لك هو بيبالغ ولا ما بيبلغش. عم عم تان تمام آآ هنا بسموه البكيعو. البكيعو اللي هو انت بتتفق على حاجةματα يعني انا باتفق على حاجة اللي احنا بتسميها ايه اه مقاولة. انا بيسموها باكياو. باكياو يقول لك انا حاخد الموضوع ده باكياو بكزا. تمام? فهو اول ما يقول لك باكياو بعشرين الف وقول له عشر تلاف. سلام عليكم. وقول له انا هدور على واحد تاني. بس. اه بالنسبة اه بيقول لك يا بلد فقير ومن الجوع ومش عارف ايه وعصابات وعندهم الشرطة مرتشية. الكلام ده حضرتك انت بتتكلم فيه كان في الفين واربعتاشر والفين وتلتاشر حاجة من عشر سنين. يعني انت بتتكلم في اه افلام ذات نفسها الفلبنية عرضتها. يعني الافلام الفلبنية عرضتها زي ماروز وزي افلام كتير قد عرضتها على الجروب قبل كده. افلام دي كلها. اه. كان بتقول الشرطة مرتشية. طبعا الكلام ده تغير دلوقتي من بعد ان ممسك دوتيرتي اه الرئيس السابق دوتيرتي ورفع مرتبات الشرطة وابتدى ان هو يدور على المرتشين. كاميرات الدنيا فيها. اه اه الشرطة ازا تنفسه معلق كاميرا على صدره يا باشا.